وإنه بيحبك الحب علامته المؤذرة الحب علامته إيه؟ المؤذرة علامة الحب هو الاحتواء والمؤذرة إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويقويك ويساعدك على الطاع وعلشان كده النبي عليه السلام بيقول لقاب الدرداء بيقول له والله إني لا أحبك أكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن أنت تطلب من ربنا إنه يعينك وإنه يساعدك إنك تشكره وإنك تعبده يبقى ده الحقيقة ده نعمة من الله سبحانه وتعالى إذن تتحول العبادة هنا إلى طلب لك وليست طلبا منك هكذا قال سيدي ابن عطاء الله يقول لك إيه؟ اعلم أن تكليفه إياك في العبادة وإعانتك عليها هو طلب لك لا طلبا منك وليست طلبا منك إزاي طلبا لك؟ طلبا لك يعني إيه؟ يعني أنت مطلوب عنده هو ربنا سبحانه وتعالى لو رضي عنك حيشتبيك وحيختارك علشان تبقى من المعباد ومن المصلين يعينك عليها الأول ما بيختارش الهمل والخمل والكسالة والمزنبين والعصاء لا طبعا هو بيختار من أهل الطاعة؟ أهل الطاعة دول بينقسموا إلى قسمين نوع بياخد مدد إلهي من الله سبحانه وتعالى بيعينه على الطاعة ونوع لسه تحت الاختبار النوع اللي تحت الاختبار ده بقى لو ربنا علي من فيهم الصدق والنية الحسنة بيدينوا المدد من عنده وبالتالي بيساعدوا على الطاعة وبيساعدوا على العبادة ولذلك اقرأتان الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين إيه حببوا زين؟ حببوا زين دول اتنين أمرين خارجين عن العبادة ذاتها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني إذن التحبيب التحبيب والتزين الأمرين خارجين عن العبادة أرجوك ركز معايا في الكلام ده عشان كلام مهم جدا خارجين عن العبادة يعني إيه؟ يعني حضرتك لما بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ممكن لكن واحد بيعبد ربنا هو مدىي عاوز الصلاة تخلص واحد بيصلي وبيستنى بيشوف فاضل أدي إيه علشان يخلص الركعتين واحد بيصلي وهو بيستمتع وبيصلي ويوم يتنفل كمان بعد انتهاءه من الفريضة بينتقن من الفريضة إلى نافلة في واحد بيستنى رمضان بفارغ الصبر علشان يتفرغ فيه للطاعة والعبادة والقرآن وفي واحد بيبقى متوتر متوتر انه هيقبل عليه رمضان بمنعه من الصيام بمنعه من الطعام والشراب وبأركان الصيام المعروفة فبيعد أيام رمضان يقولك امتى هيخلص اف ده كتير قوي ده شايفه كتير والتاني بيموت ان رمضان هيخلص وحتنتهي أيامه ففي فرق بين واحد زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لي بلال ارحنا بها يا بلال وبين واحد الود ود يقول ارحنا منها يا بلال وبالتالي بتلقى الناس حتى في بعض الناس مصطلحتهم بتشي بهذه المسألة اللي بقولك عليها يقولك ام نخطى في المغرب نخطف يقولك الحمد لله خلصت من العشة اخطف خلصنا من العشة ما عارفش ايه اهو انا طبعا انا عاوز اقول ان ربنا يتقبل منهم عبادتهم وانما دولا ما وصلوش للحالة اللي انا بحكي لك عنها في بداية الحلقة الحالة اللي بحكي لك عنها انك انت تبقى ممدود بمدد من الله عز وجل ممدود بمدد انه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في ايات القرآن بتكتشف انه في مرحلة ما بعد الهداية مرحلة ما بعد الهداية مرحلة ما بعد الهداية ان ربنا يدعمك يسبتك يقويك يا شو ما انا قلتلك لسه الآية حبب وزين ايه حبب دي يعني دخلت الى قلبك انت بتحب الطاعة انت بتحب التكاليف ومش كده وبس وكلمة زين زين دي بتستخدم امت بقى يعني انا طب مش كفايا حبب اليكم الامان ليه قال زينه لانه الزينة هي ما زاد على الاصل لما انا اقولك زين الكوب يبقى الكوب موجود الريدي النادي يمقى فيه كوب ادي الكوب موجود وانا هزين الكوب هاقعد انقوش ولا حطوله وردة ولا معرفش ايه اسمها زين الكوب انما ما ينفعش اقولك زين الكوب وهو ما فيش كوب اصلا لما اقولك زين السيارة يبقى السيارة موجودة زين الحجرة يبقى فيه حجرة يبقى اذا الزينة هي ما زاد على الاصل ولا يبدينا زينة هن الا ما ظهر من دي ما زاد على الاصل يبقى الزينة هي ما زاد على الاصل عشان كده لما ربنا يقول مثلا يا بني ادم خذوا زيناتكم عند كل مسجد لا يخصدوا منه ستر العورة انما ما زاد على ستر العورة انك تروح شيك تروح مهندم تروح شكلك طيب للعبادة وللطاعة لأنك بتحب الطاعة أو بتحب العبادة علشان كده المولى سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب وزين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم